السلام عليكم الارتفيشيا الليمب هي عبارة عن أطراف اصطناعية بيتم استخدامها كبديل للأعضاء المفقودة زي الإيد أو الرجل اللي تم بترها وبيتم تحديد معاد تركيب الطرف الاصطناعي من قبل الطبيب المختص وأخصاء العلاج الطبيعي وده غالبا بيكون بعد شهرين أو ثلاثة من عملية البتر علشان الجرح يكون حصل له استشفاء كامل في البداية بيقيم أخصاء الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي حالة الطرف اللي حصل فيه البتر من حيث قوة العضلات والأعصاب وحالة الدورة الدموية بعدها بيبدأوا ياخدوا المقاسات الخاصة بالمريض اللي بناء عليها هيتم عمل الطرف الصناعي لأن مفيش مقاسات سابتة المريض بيقس عليها علشان الرجل أو الطرف المبطور بيكون فيها تدريس كتيرة بتختلف من شخص للتاني وعلى حسب شكل الإصابة وهل العظام سليمة في الجزء ده ولا المنطقة كلها مرتخية وعملية الإنشاء بتاخد وقته ومجهود كبير لحد ما يوصله لنفس الشيب أو الشكل اللي انت عطتهوله بعدها بنركب للمريض الطرف الصناعي وبيبدأ يتضرب عليه لحد ما يمارس حياته الطبيعية وعندنا أنواع وأشكال كتيرة جدا من الأطراف الصناعية يعني عندنا مثلا الطرف الصناعي المتحرك اللي هو بنركبه ونشيله في أي وقت وعندنا الطرف الاصطناعي الفكسد أو السابت وده بيتم تركيبه بواسطة عملية جراحية عن طريق إنهم بيحفروا عزمة الفقد ويسبتوا فيها مصمار والمصمار ده هو اللي بنركب فيه الطرف الصناعي وعندنا حاجة اسمها الكوزماتيك سيليكون ودي برضو بتتحطي تحت مسمى الأطراف الصناعية ودي بتتعمل لما الشخص يكون فقط جزء صغير من جسمه زي أصابع إيده أو رجله فبدل ما يضع ليها طرف صناعي بيعمل طرف من السيليكون بنفس مقاس وشكل الجزء اللي اتقطع ودي بيكون لها مميزات كتيرة زي إن الأطراف المصنوعة من السيليكون بتكون شبه الأطراف الطبعية فالشخص بيحس بالراحة أكتر وهو لابسها وكمان سعرها منخفض عن أسعار الأطراف الاصطناعية السابتة أو المتحركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر